الشوط الحادي والعشرين تعلن انطلقته بهذه اللحظات وهذا الشوط مخصص للأبكار نتمنى التوفيق والسداد والنجاح لجميع الأخوة المشاركين نسيروا إياكم إلى مقدمة هذا الشوط وهي السيطرة مع الضبي محمد بن راشد العفاري من يتصدر القيادة بالضبي أما في المركز الثاني إذا وصلنا إلى المركز الثاني يا سلام تتواجد رقود عبدالله بن علي بن سعيد المنصوري على المركز الثاني أما في المركز الثاني إذا تتواجد مشاهدين العزاء يا سلام أيضا سرابة صالح بن خادم الزرعي على المركز الثالث وفي المركز الرابع المركز الرابع في هذه اللحظات الوصول من الضبي لحال يمع بن شطيط الشامسي على المركز الرابع وفي المركز الخامس المركز الخامس الدخول يا سلام الزحف من المناطق الخلفية لكن بيشوف يا سلام في هذه اللحظات حجم سيف بن علي بن دليوي الاكتبي على المركز الرابع في هذه اللحظات وتتسلل من مركز إلى مركز هكذا النتيجة هكذا النتيجة للخمسة المراكز الأولى بالوفاء والتمام نحود إلى مقدمة الشوط يا سلام يا الرقود الرقود على المقدمة عبد الله بن علي بن سعيد المنصوري من يطلق الرقود إلى صدارة الشوط تليها في المركز الثاني حجمة وهي في موقع الحجمة سيف بن علي بن دليوي الاكتبي على ثاني المراكز أما في المركز الثالث يا السلام يا هذا العبور المميز يا السلام بنشوف هناك يا الله رقم ثلاثين يا السلام يا السلام ما شاء الله تبارك الله متواجدة متواجدة مشاهدي أعزاء سمحنا عن محمد بسهيل البنهية العامري خدت المركز الثالث نكتبي بهذه الأسماء حجمة يا حجمة يا حجمة ما تبغي لمطار معدودة وحجمة على الصدارة حجمة على المقدمة سيف بن علي بن دليوي لاكتبي المركز الثاني الرقود الرقود تحاول تستعيد حقوقها المنهوبة في اللحظات الأخيرة الله 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 عبد الله بن علي بن سعيد المنصوري الرقود الرقود تسللت الرقود انطلقت إلى المركز الأول يا السلام يا عبد الله يا بن علي يا بن سعيد يا المنصوري يا مالك الرقود حجمة على المركز الثاني سيف بن علي بن دليوي لاكتبي ولكن خلاص الرقود تذهب بهذا الشوق دهانينا والناموس العبدالله بن علي بن سعيد المنصوري على فوز الرقود بالمركز الأول تصل إلى خط النهاية معلنها الفوز والناموس المركز الثاني مشاهدي العزاء سيف بن علي بن دليول يكتبي أما في المركز الثالث مشاهدي العزاء مع محمد بن مسلم بن هيئ أما في المركز الرابع تتواجد هناك بشوف الله الله اللي في المركز الرابع كانت أيضا دخولها مميز للغاية أيضا متوجد لديك عبدالله هناك بشوف أيضا الثمان وثلاثين أما في المركز الخامس المنصور بن علي الغفيلي اللي يتطعى المركز الخامس بنشوف التوغيت بنشوف التوغيت من مخرجنا العزيز أيضا حين وصول الرقود وانتزعها للمركز الأول بهذا الشوط علم خصصة للأبكار هي تفوز بهذا الشوط وتهدي الفوز والنابوس مالكها عبدالله بن علي بن سعيدة المنصوري مالكها عبدالله بن سعيدة المنصوري مشاهدين الأعزاء في هذه اللحظات نوفيكم بالنتيجة حين الإعادة لهذا الشوط وتوقيت الرقود لمساة الثلاثين كيلو مترات بنشوف التوغيت من مخرجنا العزيز وها هي حين تعبر وتفوز بهذا الشوط عبدالله بن علي بن سعيدة المنصوري دهانين لهو النابوس